إن تعلم الدين ليس مقصوراً على الرجال دون النساء ولا على الكبار دون الصغار بل الجميع مطالبون بتعلم دينهم إن تعلم الدين ليس مقصوراً على الرجال دون النساء ولا على الكبار دون الصغار بل الجميع مطالبون بتعلم دينهم وأحكام الدين على نوعين النوع الأول واجبات عينية فروض على الأعيان يجب على كل واحد أن يتعلمها وهي المسائل التي يحتاج الإنسان إلى معرفة أحتامها فكل عمل تريد أن تقدم عليه يجب عليك أن تعرف حكم الله فيه قبل أن تقدم على فعله وذلك أن العلم بحكم أعمالك قبل عملها من فروض الأعيان وهناك نوع ثاني من أنواع العلم يقال له فروض الكفاية وهي التي لا يحتاج الإنسان إلى العمل بها فيرغب في أن يتعلمها ليعرف حكم الله فيها ولكن ذلك ليس وجوباً عينياً وإنما هو من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها بعض الأمة سقط إثمها عن بقية الأمة وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن العبد لا يجوز له أن يقدم على فعل قبل أن يعرف حكم الله جل وعلا فيه